ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مساء أمس بالرباط الحفلة الدبلوماسية الخيري الذي نظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله بمبادرة من المؤسسات الدبلوماسية وسفارة جمهورية نيجيريا الاتحادية بالرباط حفل يعد تقليدا سنويا لدعم الفئات التي تحتاج للدعم والمساعدة التفاصيل مع لطيفة بن حليمة عبدالعالي عياد عثمان التازي وحسناء مساوي انخراط متواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في مختلف المبادرات ذات الطبع الاجتماعي والخيري ودعم دائم لسمو الأميرة الجليلة لهذا الحفل الدبلوماسي الذي أضحى تقليدا سنويا لدعم جهود العمل الاجتماعي والإنساني بالمغرب حفل ينظم بمبادرة من المؤسسة الديبلوماسية والسفارات الأجنبية المعتمدة بالمغرب وبمشاركة ديبلوماسيين ورجال أعمال وفنانين وقبل انطلاق الحفل صورة تذكارية لصاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا حسناء مع أعضاء اللجنة المنظمة والفنانين المشاركين وفي بداية هذا الحفل الخيري تسلمت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء درع المؤسسة الديبلوماسية عرفانا وامتنانا لصموها على دعم هذه التظاهرة وشارك في الحفل أيضا مغني الأوبرا دول أصل المغربي دافيد سيريرو وتجدر الإشارة إلى أن ريعة هذا الحفل الديبلوماسي الخيري السنوي ترجمة نانسي قنقر